موسى عليه السلام من أسباب تكرار قصته كثيرا في كلام الله جل وعلا أنه من أقرب أصحاب الرسالات إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن عيسى مع كونه أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم زمانا فليس بينه وبين عيسى نبي ولا رسول لكن موسى عليه السلام هو الأصل في رسالة بني إسرائيل وعيسى جاء برسالة متممة لرسالة موسى عليه السلام فموسى له من المزية في طول زمان رسالته وأيضا كثرة الأحداث التي حصلت في أيامه ومع قومه الذين هم بنوا إسرائيل وفيها من العبر والعيضات ما يستوجب الوقوف السبب الثالث أن بني إسرائيل سواء كانوا من من آمن بموسى وهم اليهود أو من آمن بموسى وعيسى وهم النصارى هم الأمم الباقية حتى يرث الله في الأرض ومن عليها مع أهل الإسلام فإن الله تعالى أبقى هذه الأمة وهي أمة مقارنة لأمة الإسلام وعدوتها مستمرة في الكيد لأهل الإسلام كما قال تعالى تجد أن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرقوا فاستمرية هذه الأمة ومزمنتها لأمة الإسلام اقتضت من كشف أحوالها ومعرفة شؤونها ليس مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فحسب بل مع نبيهم موسى عليه السلام ليتبين كيف صبر عليهم وكيف تعامل معهم فهو يكشف جملة من طباع هؤلاء ويكشف طريقة تعاطيهم مع الحق وطريقة تعاملهم مع مقدميهم وأنبيائهم ورسلهم هذه من الحكم في تكرار قصة موسى عليه السلام في كتاب الله عز وجل